أهلا بحضراتكم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة يدلي الناخبون في العراق بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة وسط ترقب محلي ودولي غير مسبوك في تاريخ البلاد وفقا للأرقام الرسمية يحق لأكثر من 25 مليون عراقي المشاركة في الانتخابات عبر 83 دائرة انتخابية لانتخاب 329 نائبا من أصل 1039 مرشحا مسجلين لدى المفوضية العليا للانتخابات بالنظر إلى خريطة تحالفات التي تقود غمار الانتخابات نجد أنها تشمل الآتي تحالف تقدم الوطني برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب ويضم طيارات السياسية عن محافظة الأنبار تحالف أو عزم العراق برئاسة خميس خنجر ويضم كتلة صلاح الدين وحزب الحل وكتلة ديالة التي تضم حزب سليم الجبوري والتجمع الوطني للإصلاح وتحالف المشروع الوطني للإنقاذ ويمثل هذا التحالف الطيارات في محافظة الموصل ومنها الكتلة الموصلية برئاسة أسامة نيجيفي كما تضم خريطة التحالفات ما يلي تحالف الفتح وهو تحالف تشكل عام 2018 ويخوض الانتخابات ب73 مرشحا تحالف سائر ويمثل تيار الصادر وقد حصد هذا التحالف على 54 مقعدا في انتخابات 2018 تحالف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق قانوني المالكي ويضم حزب الدعوة الإسلامي وحركة إرادة وعددا من الأحزاب الصغيرة كما تضم تحالفات أيضا تحالف العقد الوطنية بقيادة رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياضة وكذلك تحالف قوى الدولة الوطنية وهو يضم طيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وكتلة النصر بقيادة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وحزب المؤتمر العراقي قريطة التحالفات تضم أيضا كتلة تحالف كردستان وتضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وكتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني إذن انتخابات تشريعية حاسمة في تاريخ العراق وخطوة في سبيل استعادة البلاد لدورها ولمكانتها ويبقى التعويل على الناخبين وعلى مشاركتهم واختيارهم لشخصية تمثل العراق وتعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية بهم شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء